موسيقى استكمالاً لسلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة الداخلية للحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لمراكز الإصلاح والتأهيل استقبل مركز إصلاح وتأهيل جمص بالدقهلية وفداً ضم رؤاساء وأعضاء المجالس القومية وبعض منظمات المجتمع المدني للوقوف على المعايير الدولية المطبقة في مجال حقوق الإنسان عند تأهيل وإصلاح النزل قمة الاحترام والمهنية في العمل وقمة الآدمية والتفاص على حقوق المسجونين جوانب عدة في التأهيل والإصلاح والرعاية اطلع عليها الوفد جاءت الرعاية الطبية في المقدمة منها إلى جانب المعيشية وهي أمور يحرص قطاع الحماية المجتمعية على توفيرها لنزلاء جزء الخدمات الطبية ده عشان ده شغلي أنا أبتر يعني فأنا لا ملاحظ حاجة ممتازة جدا فيه أجهزة شفتناها هنا هوت موجودة أنا مش هفتهاش بر زي الأجهزة الموجودة اللي بيعليك البهاء والصدفية أنا مش هفتهش بر شاهد الوفد كيفية إصلاح وتأهيل النزلاء بما يمكنهم من الاندماج سريعا في المجتمع عقب قضاء فترة العقوبة من خلال إثقال مهاراتهم وهوايتهم المختلفة بخاصة في الحرف اليدوية أنا شعرت بفعلا إن فيه حاجة بتحصل الحاجة دي فعلا حقيقية ملموسة على الأرض الواقع وبتقدم خدمات حقيقية وفيه طفرة في التعامل هنا مع النزلاء خدمات اللي موجودة النهاردة ما بقاش دايما أقولنا مجرد مكان للإقامة بقى مركز في كل حاجة في حرف يدوية في حاجات فنية في مدرسة في مجتمع كأنه مجتمع بداخل المجتمع بتاعنا لحد لما الإنسان يكون قادر مرة أخرى أو جاهز مرة أخرى أنه هو يخرج ويكون جزء تاني من المجتمع برد فكر اختلف تماما من فكر العقابي إلى الفكر التأهيلي ده شيء كويس جدا موسيقى رعاية النزلاء تمتد إلى ما بعد الإفراج عنهم وكذلك لأسرهم فقد نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية على المفرج عنهم وأسر النزلاء استكمالا للمساندة والدعم المقدم لهم خاصة مع إتاحة الفرصة لهم لإنشاء مشاريع صغيرة تسهم في توفير دخل ثابت لهم ويؤكد على الرؤية الإصلاحية والتأهيلية التي تنتهجها وزارة الداخلية في سياستها العقابية والتي تمتد إلى توفير الرعاية للمفرج عنهم وأسر النزلاء لما أنا قلت محبوس كانوا بيساعد والدي ولما أنا خرقت بقى كل شهر في مساعدة وأنا بذكر سيد الرايس ربنا يخلي لنا يا رب إلى جانب توزيع المساعدات العينية تم توفير رعاية صحية للمفرج عنهم وأسر النزلاء فقد استقبلتهم قافلة طبية بمركز إصلاح وتأهيل طرع تضم مختلف التخصصات وقام الأطباء بتوقيع الكشف الطبي عليهم في العيادات المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية تتجلى هنا فلسفة السياسة العقابية الحديثة رعاية ممتدة للنزلاء عقب الإفراج عنهم وتشمل أسر النزلاء ما يجعلهم في النهاية صالحين داخل المجتمع لا يفكرون في الخروج عن القانون مهما كانت المغريات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر